اشتركوا في القناة هو المكان اللي بتطل عليه المدرسة الكبيرة اللي خرجت منها تي ار تي عربي وهو مضيق البسفور والتقاءه ببحر مرمرة اعتقد الموقع الوحيد اللي بتحتله بناية كاملة مبين الكبريين الكبري الاول على البسفور وهو كبري السلطان محمد الفاتح ومرورا بعدد كبير جدا جدا من الاثار الخاصة عبر التاريخ سواء كانت واعتقد في كتير جدا من الناس عاشت وعدت عليها لانها مكان كتير تاريخي عيشوا ومشوا شوية كتير من الامراء والحكام العرب خرجوا من مكان تاني اسمه هنا كل لي كل لي لساسه اديكم مثلا على سبيب المثال الاسرة الحاكمة اللي موجودة في الاردن كل دي حكايات خرجت من هنا من على مضيق البسفور عيش معايا شوية فأحلى الأوقات بخد نفس عميق وبص فوق شوية حتلاقي تبة خاصة جدا وهي تبة بيوك جاملجا هناك أنا شخصيا عشت قصة حب أنا وعيلتي الصغيرة عشتها بحب وأنا بقابلكو كل يوم الصبح لما بطلع هنا باخد نفس عميق وبرضو بقول لكم تاني وحأحلى الأوقات بخد نفس وكمل معنا رحلة إحنا دلوقتي موجودين أعلى بناية التي أر تي مدراسة مدراسة التي أر تي اللي حبت تخرج التي أر تي عربي للناس علشان تقولهم بيها كل يوم الصبح صباحكم مشرق زي تركيا لو عشت معاكم شوية كمان على البسفور حتلاقي الكوبري التاني المسلسلات والأفلام التركية كلها ما بتبدأش تتر أو بتختم غير بمنظر الكوبري التاني وده اللي بيطل عليه حد مؤسسة التي أر تي كمان شوية صغيرين بص التقاء آخر نقطة مع البسفور مع بحر مرمرة عندنا الكز كلها الساعة قلعة البنت حكايات القلعة البنت كتير كانت مختلفة ناس توقفت معها سواء كانوا حكوا عن الفتاة اللي والدها قال وحكى كتير قوي كزا مرة من خلال الرؤية الخاصة بي وجالوا حد حكيم وقالوا بنتك هتموت بأرس التعبان لكن الأب اللي بيحب بنته جدا جدا عمل لها القسرة دي الخاص قلعة صغيرة في وسط مضيق البسفور لا هي في أسيا ولا هي في أوروبا وكانت بيبعت لها كل يوم الأكل لكن اتصرب التعبان بسلة العنب وخرج علشان يقرس البنت ويقول لك في نهاية الحذر لا يمنع القدر على فكر قلعة البنت اسمها عند الأطراك أشق كتاصة يعني أسيا كتاصة وأوروبا كتاصة وأشق كتاصة دي قلعة البنت هاخد نفس عميق كمان وأقول الإسلام بيحكي من خلال المأزن اللي موجودة في كل مكان بصوا معي على آية صوفية أعتقد كنيسة لها حكايات خاصة جدا بدءا من قصة بنايتها وقصة وجودها وتحولها إلى مسجد أو المسجد يقام فيه الصلاة بعد الفتح فتح العثماني وانتهاءا بتحولها إلى متحف يخص كل المسيحيين والمسلمين وعشاء التاريخ حول العالم أما بقى المسجد الوحيد صاحب الست منارات وهو مسجد السلطان أحمد محدش بيجي هنا غير لما بيمر عليه مسجد السلطان أحمد وحكايته عبر التاريخ وحكاية بيضة النعام اللي موجودة في قبة المسجد الكبير أكيد ناس كتير وقفت عندها أنا زرت الأماكن دي كلها لكن النهاردة حبيت أبدأ البرنامج وأصبح عليكم في أحلى الأوقات وأقول لكم كل سنة وإنتوا طيبين مع طلة البصور طلة TRT تركيا سر الطاقة المتجددة ليا والفريق أعمل البرنامج خلينا ندخل للستوديو هاخد نفس وقبلكم هناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا رايح ويني مسافر تروح تعيى وتولي إش حال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح ويني مسافر تروح تعيى وتولي إش حال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي اليوم أنا بالتركيا لحتى أعمل أول شي البروموشن تبع ألبوم نومات اللي موجودة في أغنية ضرب جنون واللي حققت نجاح فعلا جميل كتير ورائع بتركيا وتعد من الأغاني المحبوبة كتير هون بتركيا فأنا اليوم سعيدة أني بكون موجودة بنومات وردي بالمحال نومات وبالالبوم راح فكر قلبي راح أقوم هرّم غرامي منذك أعمر ولا لأو إنسى غرامي هو الفيلينج كان صراحة جديد وغريب نيو لأنه أول مرة أنا إنسى أول مرة في تركيا العالم بتحب يعني بتركيا أمين الثقافة الكولتشر في مزيج بين الموسيقى التركية والموسيقى العربية فالمستمع التركي بيعرف يعني بتتشابه الموسيقى بين بعضها فالفيلين كان حلو وحلو ثقة كثيرة وانا سعيدة يعني عملي والسعيدة لأن العم بتعرف على أجمهور جديد ريجيب進ث لعين اللوح سأنا ني يو سأنا فالظبomy و Stream موسيقى 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 ولكنني أقدم في إحدى القنوات برنامجاً عن الصحة لذلك أنا سعيدة بعملي هذا ولقد قمت بتصميم بعض الأكسسوارات والأحجار الكريمة لذلك أحب طبعاً هذا العمل وأنا أتمتع بالعمل بهذا ولكنني مستمرة في العمل التلفزيوني ما هي الشخصية التجارية لكن شخصية تحب الجمال والإبداع يعني فنانة نقدر نقول حلو كثير الطرف الفني طب أنا حيخد برضو الرحلة دي لكن أنت محافظة بشكل كامل مية في المية على قوامك وعلى جمالك ونظارة بشرتك أعرف بتحافظي عليهم إزاي؟ لأن كل الناس اللي بتتبعنا اللقتي هتسأل نفس السؤال وبعدين نرجع لحكايتنا مع ملكة القبل في الحقيقة أن أهم شيء في هذا الموضوع هو الجينات والوراثة لذلك أنا منذ طفولتي أنا من أهل إزمير ومن بحر إيجا هؤلاء الناس يحبون طعام تلك المنطقة منطقة بحر إيجا لذلك فهم دائما يعتمدون في طعامهم على زيت الزيتون وكذلك على الرياضة لذلك لقد بدأت بالرياضة منذ صغري وأنا الآن مستمرة في الرياضة كذلك وبالإضافة طبعا إلى الجينات وهذا هو ما ساعدني في هذا المؤمر ممكن نحط العام الوراسي على جنبه في بعض الأحيان لكن عمله رياضة وتغزه كويس الخضروات كتير بتفيد وبتحافظ على الصحة والقوام المثالي حلو طب أرجع بقى ملكة الجمال أولا لقب ملكة الجمال لقب بخليجي تحت الأضواء بشكل كبير قوي قرار كان قرار مين أنك تشاركي في مسابقة ملكة الجمال؟ هذا القرار أنا أقول أنني لم أريد أن أكون ملكة الجمال ولكنني كنت أريد أن تكون لي سيارة أنا أشتري سيارة لذلك فقد قمت بالمشاركة بهذه المسابقة ثم دخلت المسابقة وحصلت على السيارة وأصبحت ملكة الجمال تركيا أنك تقتني سيارة وسيارة خاصة جدا زي العربية الحلوة اللي بدوها جائزة ملكة جمال كانت تدافع رئيسي عشان تبقى ملكة جمال تركيا طب حياتك تغيرت بعد ما أخذتي العربية وأخذتي لقب؟ نعم بعد السيارة لم تتغير حياتي ولكنني بعد أن أخذت الدرجة الأولى كملكة الجمال التركيا هناك بعض الاهتمام الذي أصبح من قبل الناس ولذلك عرضت عليه الكثير من الأعمال وخاصة في عرض الأزياء وقد كانت كما تعلمون أن صناعة النسيج في تركيا متطورة جدا لهذا السبب هناك الكثير من عرض الأزياء ولكن بعد الأزمة قلت صناعة النسيج وقل عرض الأزياء لذلك لذلك أستاذ النجاح الفضل صباح صباح الورد بعد فترة أخرى قمت بعمل عرض الأزياء شكراً كل سنة وأنت طيبة إذن دخلت في مجال التصميم ويمكن تجهتي لتصميم أشياء مختلفة الأزياء والإكسسوارات ولا أخرت طرف واحد هو الأزياء وعشت فيه كأكسسوار ومجوهرات قمت بعمل تصميم الأزياء وفي صناعة النسيج وكانت لدي قطة جميلة جداً وأحبها لذلك فأصبح الاسم هو اسم قطتي وحضرت مجموعة وصممت مجموعة جميلة جداً من التصاميم وقد صممت أزياء كثيرة وكان هناك مساعد لي وساعدني في عملي هذا وفي هذه الفترة كنت حامل ولقد تعبت كثيراً ولكن لي لم أترك عملي الذي أحبه وكنت أتابعه بكل شغف وكنت أريد أن أكون مشرفة على كل شيء إن صناعة النسيج هي صناعة صعبة جداً ولم أكن أعلم بهذا الأمر طبعاً هناك بعد عمل التصاميم وبدأنا بفتح محل ومتجر لبيع هذه التصاميم لذلك فعندما ولكنني رغم كل التعاب فعندما كانت كنت أرى نتيجة عملي كنت أسعد بذلك جداً لذلك لذلك بعد فترة تركت هذا العمل ثم اعتنيت بطفلي لمدة سنتين ولكنني لم أستطع أن أستمر بدون عمل لأن هذا لا يأليق به لذلك فقررت العودة إلى العمل مرة أخرى ورجعت وهكذا بدأت أيضاً بعمل التصاميم مرة أخرى وتوسع عملي واشتهرت هذه الماركة التي أعمل بها فأنا سعيدة جداً وكما قلت في بداية البرنامج أنني أحب هذه المهنة ولكنني أحب أن أستمر كمقدمة برامج أكثر أحلى حاجة أنها شخص بيبدأ دائماً من الصفر في موضوع جديد يعني هي بعد ما بقت ملكة جمال العالم لم تستخدم ده بشكل كتير ومشتغلتش موديل بشكل كتير بدأت تصميم الملابس نجحت فيها جداً لكن بعد ما وصلت لقيع إزاء وعملت ماركة ونجحت وقفت ده اعتنيت بطفلها سنتين رجعت لمجال تصميم الإكسوارات والمجوهرات نجحت فيه جداً لكن العمل التجاري برضو محبهاش أنها تكمل في ده وقفته وحالياً هي متجهة العمل التليفزيوني مزيعة يعني بتنفسني بس بالتركي طيب في اتجاه للتمثيل فيما بعد ألا أنا توقف عند حد مزيعة دلوقتي ونسأل في البرنامج بتاعك بالنسبة للتمثيل هو عمل صعب جداً لذلك أنا أعتقد أنه يعني ينتهي ليست هناك عطلة وتنتهي الحياة العائلية ويعني أو تكون العائلة في الدرجة ثانية بعد العمل لذلك فشروط العمل في التمثيل هي صعبة جداً ولكنني لا أريد هذا الشيء لذلك أنا لا أحب كثيراً التمثيل ولكن يمكن العمل في مشروع واحد فقط ولا أكثر عشان تقدروا بقى حكايات المشاهير يعني هما بيتشاهروا صحيح لكن بيتعبوا كتير قوي علشان يطلعوا مسلسل واحد حلقة واحدة من المسلسل اللي بيوصل لكو كأنه بالضبط بياخد عمل ووقته مجهود كأنه عمل فيلم كامل علشان كده سينامها أنا ما فضلتش الموضوع ده لكن ممكن تعمل سيد كوم قريباً أنا منتظرها شخصية كوميدي طب إنتي قلتلي أنا ستة دقيقة جداً بمعنى شك تتيس بيركاتاً تدينيسي شك تتيس نعم أنا منظمة جداً وأحب كل شيء يكون في مكاني إذا كان هذا هو المكان المناسب له فيجب أن يبقى في هذا المكان أنا أحب تنظيم في كل شيء وترتيب في كل شيء وكنت أكثر من هذا ولكنني الآن أقل من ذلك ولكن يجب أن يكون بيتي نظيف وسيارتي نظيفة أيضاً وأنا أريد أن أضع الشيء في مكان ما وأن أجده في نفس المكان وكذلك إبنتي أيضاً تعمل نفس الشكل أن تلعب بألعابها ثم تحضر كل تقوم بترتيب الأشياء وترجع إلى مكانها السابق لذلك هذا شيء مضر جداً أن يكون الإنسان مرتب جداً ولكنني أحاول أن أقل من هذا المهم خصوصاً إذا كان الطرف الثاني ليس بنفس الدرجة من الدقة في الحياة يعني أوقات بيبقى طرف دقيق جداً في حياته والأشياء ما بتغيرش مكانها والطرف الثاني أي حاجة بتتحط في أي مكان يعني حاولوا تكونوا متوسطين شيء جميل يعني قالت لما هيبقى زيادة بيبقى صعب طيب إحنا حكينا عن أنت بتكتشفي نفسك أنا إحساسي أنك بتكتشفي نفسك بتشوفي جوه سنام إيه وبتطلعي وزي ما قلت فيه روح الفنان جواكي علشان كده ما بين موزيع وممثل كل حاجة بتجرب بيها مصمم أزياء مصمم مجوهرات جربت يتغني؟ بتحبي الغنى؟ لا تحبون أن تسمعوا صوتي لا تجربوا ذلك نعم عندما أتكلم يمكن أن يكون صوتي مقبول ولكن عندما أغني فصوتي ليس جميلاً خاصة زوجي يقول لذلك أنا أقول أنني حقيقة أن صوتي جميل ولكن زوجي يقول لا تصري على هذا الأمر خطر في بالي إنه ممكن يكون مش عايزك تدخلي في المجال ده فبيقول كده طب سمعين الصوت؟ أقول لنا بلاش سمعين الصوت يعني الآن إنك كاميرا تغذيك في اتجاه المطربين طب إيه أكتر أغنية بتحبيها؟ خلينا نقول أنا حسعدك وأكح وأنت كميلي غنى بس أقول لي أكتر أغنية بتحبيها إيه؟ خلينا نعرف كل المشاهدين في العالم العربي على أغنية حلوة على زوجك حتى لو ما غنيهاش نرجحها لهم علشان يسمعوا أنا أحب الفنانة سيزان أقصو وأحب كل ما تغنيه لذلك أنا أحب أغنيه هل نسيتني أغنيك سيزان أقصو؟ كلمتها بتقول لي؟ هل نسيتني؟ هل نسيت كل شيء عني؟ هل مسحتك كل ذكرى عني؟ هل نسيتني؟ الله اللي ينسى هو حر بقى يعني هو أعتينسى هو خصوة لو كان في ذكريات حلوة، أخد الجنب الحلو طيب، سنمهانم عالم التلفزيون أنتي موجودة فيه دلوقتي موجودة فيه بحب أنتي عجبتك حياة الموزيع الفكرة بتاعت انك تطوليها ناسه بتحكي معاهم ايه نوعية البرامج اللي بتقدميها قلتي الخبر بتحكي فيه لكن ايه تاني اللي تحب تقدمي أنا الآن أقدم برنامج صحة ولذلك أقدم المواضيع اليومية وتطورات الصحة ونتكلم عن المشاكل الصحية ودائما يكون ضيفي دكتور ولكنني أحضر شيئا آخر أيضا برنامج عن الصحة ولكن طبعا سيساعدني دكتور لتقديم بعض الأمور التي تتعلق بالطبيعة مثلا كيف نستفيد من الطبيعة ومن النباتات والأعشاب من أجل أن تتحسن الصحة أو تفيد الصحة تلك الأعشاب والأمور لذلك ستتكلم عن الأمور الصحيحة والأمور الخاطئة التي نقوم بها في الصحة لذلك فهم الأطباء هم مثلنا يحبون أيضا أن يعيشوا الأطباء مثلنا هم أناس يحبون أن يعيشوا حياتهم الطبيعية لذلك فنحن نسألهم عن حياتهم الخاصة أيضا صح الطرف الإنسان مهم جدا يعني شوما تديني نصايح المهم أنت تطبقها يعني بتطبخ في مطبخك كطبيب بتعيش مع عائلتك يومك بتقضي كمهم لأني باخده من خلال تطبيق العمل بعيدا عن النظرية سنام أنا سعيدة جدا بوجودك معي وإحنا بنحتفل بالسنة الثانية بنبتدي ونقولي هادي في السنة الثانية كتير أرتي عربي لكن عايزة أخذ منك بعد نجاحها أقتيف كتير من المجالات وطلتك الكتير مريحة ناس كتير بتحب سنام علشان تطل اللي بتدي طاقة النصيحة اللي تقوليها الكل بيبدأوا حياتهم لو عايزين ينجحوا يعملوا ايه يجب أن يعملوا بجد وبمثابرة لذلك يجب أن يقوموا بعمل كل عمليهم بأنفسهم ولا يعتمدوا على الآخرين وبالنسبة للمقدم البرامجي يجب أن يكونوا حاضرا ويقرأ الموضوع جيدا قبل أن يبدأ البرنامج نحن طبعا بالنسبة لبرنامجي أنا أستضيف دكتور ويجب أن أكون على علم بالموضوع الذي أقدمه في هذا البرنامج لكي عندما يكون أمامي هذا الدكتور أسأله الأسئلة الصحيحة التي أعرف عنها كل شيء ويجب أن لا أنظر فقط إلى الأسئلة المكتوبة بلا فهم لذلك أريد أن أنا رأيت أن تعرفت بك أنا أنت جميلة جدا وعيونك لما وجميلة جدا أنت سيدة جميلة وأنا سعيدة للمعرفتي بك على فكرة يعني زي ما بيقولوا بيطلع من القلب دائما بيدخل القلب إحساسي بمجرد أن دخلت سينام لستوديو حسيت أن في طاقة خاصة جدا دخلت لستوديو جمال داخلي وخارجي حبيت أكتشفها معاكم اكتشفت أنها حاجات كتير في بعض لأنها حبت تكتشف نفسها من جوه الأول وحسيت في الآخر أن شخصيتها هي شخصية فنان بيحب الإبداع علشان كده بتنجح بجد سينام جوفان ليست ملكة جمال فقط مش جمال خارجي لكن جمال اللي جوه كتير مهم اكتشف نفسك وذاكر كويس أي أن كانت شغلك هتنجح دي نصيحة سينام الزهبية معنا النهاردة أنا مشكورك جدا لوجودك معايا ودائما بالتوفيق خلينا نبقى أصعاب شكرا 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 آي خلصنا الجزء التاني في حلقاتنا النهاردة والمتعلق بأول ضيفة وطالة حلوة بتطل علينا وإحنا بنبتدي سانة جديدة في البرنامج إحنا حكينا في حلقات سابقة أكتر من مرة عن المجوهرات اللي موجودة في مسلسل بيوزاع على قناة وهو مسلسل تاريخي ضاخم جدا وهو أضخم إنتاج عرفته تاريخي وأكبر ديكور واواواوا مسلسل قيام بطولة النجمة الكبيرة السلطانة والتي تجسد دور السلطانة توركان شرائي دلوقتي أنا حوقفكم مع هذا المسلسل لكن وقفة خاصة جدا قيام مع الدولة العثمانية شوفوا وارجعوا لنا ثالث شكرا